رحل عنك على مدار الموسم واحد من أهم أعمدة الفريق بل واحد من أهم وأفضل لعيبي خط الوسط في الدوري المصري الممتاز وهو فرجاني ساسي ده غير مشاكل متتابعة لاستحقاقات مادية ومستحقاقات مادية لكل لعيبة أو أغلب لعيبة الفرق الرياضية مش بس فريق القرى بنادي الزمالك في وسط كل هذه الظروف أنت بتقدر تكسب بطولة دوري مش بس في كرة القدم ولكن في كرة اليد بتكسب بطولة الدوري في كرة السلة بتحقق دوري أبطال أفريقيا تحت رعاية الـ MBL المرة الأولى في التاريخ في كرة السلة بتحقق الكاس في بطولة الطيرة عملت إنجازات كان بدايتها قدوم اللجنة الحالية اللجنة الحالية جات في وقت صعب جدا بالنسبة لنادي الزمالك بالنسبة لجمهور نادي الزمالك جات في وقت الجمهور كان صاخط وناقم على الشكل اللي فيه نادي الزمالك وفرق الجماعية جات في وقت كان فريق نادي الزمالك كرة القدم كان خارج من بطولة أفريقيا جات في وقت كنت منتش قادر تعمل إضافات واستقدامات وانتدابات لفريق الكرة لأنه خلاص كان عدى انتقالات يناير عندك مشكلة مع كبار اللاعبين والأعمد الرئيسية في الفريق في تجديدات عقودهم زي الوينش زي زيزو زي أشرف بن شرقي زي فرجاني ساسي ومشكلة فرجاني ساسي وكان عندك مشكلة أكبر وأهم من ده كله وهي إن كان جمهور نادي الزمالك ناقم وصاخط ومتدايق وعنده مساحة من فقدان الثقة إن مين اللي هيجي يقدر ينتشر نادي الزمالك من الوضع اللي هو فيه مين اللي هيوجد لنادي الزمالك الاستقرار الإداري عشان نادي الزمالك يرجع مرة أخرى لمنصات التتويج اللجنة الحالية جت وأضافت نقاط في غاية الأهمية أول حاجة إن نادي الزمالك ما بقاش مخترق إعلاميا ما بقاش أي حد يقدر يخش نادي الزمالك ياخد خبرين ثلاثة ويمشي الناس دي جات اشتغلت بمبدأ إن العمل وصوت الشغل أعلى من أي صوت تاني وده اللي احنا تكلمنا فيه قبل كده وقلناه قبل كده كتير جدا إن انت شغلك هو اللي بيتكلم عنك إن انت تقدر تجيب حق ناديك وتقدر تشوف مصلحة ناديك من غير صوت عالي من غير سخب بإعلقات طيبة ومحترمة مع الجميع وده اللي عملته اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك قدرت في وقت قصير جدا تحل أغلب المشاكل اللي موجودة في نادي الزمالك منها مشاكل لسه مستمرة زي مستحقات المدربين واللعبين اللي كانوا موجودين في وقت من اللقاءات داخل جدران نادي الزمالك ولسه ليهم مستحقات بأرقام يعني بنتكلم في ملايين الملايين غير كده قدروا يجددوا لزيزو يجددوا للونش حلوا مشكلة ساسي وخلوا جمهور نادي الزمالك كله في صفهم بعد ما كان جمهور الزمالك أو أغلبه كان مع ساسي ضد إدارة نادي الزمالك بقى العكس اللي حاصل لما تلعوا تكلموا مع الناس بمنتهى الشفافية بمنتهى الوضوح بمنتهى الحدة والحسم في الحفاظ على حقوق نادي الزمالك اللي هي المفروض في وجهة نظرهم وفي وجهة نظر الجمهور أهم من أي لعب عشان كده في ظرف وقت قصير جدا أغلب الملفات اللي كانت عاملة أزمة وبركان على تربيزة اجتماعات مجلس إدارة نادي الزمالك تم الانتهاء منها ملف تلوى الآخر جمهور الزمالك لأ في الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته الحالي اللجنة الحالية لأوا مبتغاهم إن في ناس بتشتغل في صمت بدون صخب بتحاول على قد ما تقدر تحل كل المشاكل اللي موجودة من غير كلام كتير شغلهم بيتكلم عنهم وكلهم قامات وأسماء مهمة جدا ورفيعة جدا كلهم في مجاله ودخول الإدارة في التوقيت ده كان حجر زاوية ومايلستون مهم جدا 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 ومفترق طرق في مشوار نادي الزمالك في الموسم الحالي شكرا